موسيقى 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 هيئة الاسعاف المصرية من الهيئات التابعة للدولة اللي كل عملها هو خدمة المواطنين خلية نحل شغالها 24 ساعة على مدار كل ايام الاسبوع النهاردة حلقتنا مع المتخصصين والمسعفين وحنتكلم عن عربيات الاسعاف تابعونا وحلقة جديدة في يوم جديد موسيقى 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 الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف المصرية هو ضفنا اللي منورنا النهاردة وهو اكتر واحد ممكن يقدر يكلمنا عن الاسعاف المصرية واستعداداتها والتطوير اللي حصل فيها في الفترة الاخيرة اه يعني احنا وصلنا الى يعني اكتر شخص عارف كل التفاصيل برحب حضرتك معي نادو اهلا بيك يا فانو يعني بداية عايزين نتكلم عن الشباب وتوليهم المناصب الهامة في البلد زي هيئة الاسعاف المصرية وحضرتك من الشباب فيعني ده اكيد ليه مرضود مهم جدا على ادارة الهيئة اه هو احد مميزات هيئة الاسعاف ان كل الكيادات اللي فيها هي كيادات شاب الهيئة هيئة متحركة محتاجة سرعة اتخاذ قرار محتاجة تحرك ميداني كتير محتاجة مجهود بدني وعقلي عشان تقدر تتفاعل مع الاحداث المختلفة اللي بتشاهدها البلاد بصورة سريعة فكان الاتجاه منذ انشاءها ان يبقى دايما العنصر الشباب هو العنصر الاكبر في ادارة الهيئة وده موجود من ساعة انشاءها لغاية دلوقتي الفرق الطبية اللي موجودة اذا كانوا مسعفين وسائقين اذا كانوا مشرفين او مديرين في المحافظات المختلفة الشريحة العمرية بتاعتهم من اول 30 سنة لغاية 40 سنة دي السعيد الاكبر من العاملين في الاسعاف طيب عايزة حضرتك تكلمني عن هيئة الاسعاف المصرية وضعها الحالي والتطوير اللي شهادته في الفترة الاخيرة هنبتدي من بدري شوية يعني من قبل 2008 كان الاسعاف في مصر تابع لمديرات الشقون الصحية كل مرفق اسعاف موجود في محافظة بيتم اقدرته بواسطة تحت اشراف مديرات الشقون الصحية كان فيه بعض المحافظات كان فيها خدمة اسعافية مقبولة وبعض المحافظات كانت الخدمة الاسعافية فيها مش عايزة اقول سيئة بس كانت دون المستوى المطلوب مش قادرة تقدي المهام اللي مطلوبة منها في 2008 تم عمل دراسة احتياجات فعلية لمصر اسعافيا تبقى فيها خدمة طبية ازاي وتم عمل تشغيل تجريبي لمجموعة سيارات بالنظام الموجود او المتبع في دول العالم المختلفة ازا كان في اوروبا او في امريكا وساعاتها تم اتخاذ قرار ان يتم انشاء هيئة جديدة اسمها هيئة الاسعاف المصرية هي اللي تبقى مسؤولة عن الاسعاف في مصر او الخدمات الاسعافية في مصر وكان تحسبت الاحتياجات الفعلية لسيارات الاسعاف الافراد التكنولوجيا المطلوبة كافة الاوجه تقديم الخدمة الاسعافية ومن 2009 ابتدت التنفيذ الفعلي لهذه الخطة واحنا الحمد لله ماشينا عليها من سنة لسنة والتطوير شغال يعني في اول مجموعة عربيات كانت جات قبل صورة 25 اناير 2011 كان في 1200 سيارات اسعاف في مصر سيارات حديثة استمرنا بعد الصورة في الدفع بسيارات حديثة وصلنا حاليا ل2400 سيارة حديثة موجودة في مصر بالفعل بنهاية العام اللي احنا في 2016 هنوصل ل3000 سيارة ان شاء الله بالاضافة ان احنا ما اغفلناش السيارات القديمة قدرنا نمد في عمرها فترة اطول عشان تقدر تأدي بعض المهام اللي ممكن تعملها من سنة لسنة بنطور الفكر يعني الفكر سيارة الاسعاف نفسها بتدت تبقى يعني سغار ده حجمها شوية استخدمنا بعض التكنولوجيز الجديدة اللي ممكن تبقى موجودة جوال سيارة ده الجزء فيما يخص الاسطول الاردي برضو طورنا في الاسطول الناهري وبقى فيه عشر لنشات موجودة في مصر ودي بتقوم بمهام برضو مهمة جدا في تأمين الممر الملاحي لنهر النيل الاسعاف الجوي ده بالتنصيق مع الكوات الجوية برضو ده من ضمن الحاجات اللي بقى شهدت التطور خلال الفترة اللي فاتت التطور الاكبر برضو المهم هو الاهتمام بالعنصر البشري لانهو ده اساس الخدمة الاسعافية تم تطوير البرامج التدريبية اللي بيحصل عليها المسعف والصائق على مدار السنة وخلال السنوات اللي فاتت السنة اللي فاتت تم استحداث برنامج زمالة للمسعفين اول دفعة انتحنت الجزء الاول في نهاية شهر اكتوبر اللي فات ودخلين السنة التانية للدراسة وكمان شهر نبتدي الدفعة التانية والتالتة هيخش مع بعض فده برضو توسع في المجالات العلمية المختلفة تم استحداث برامج كتير بقى للمسعفين زي برامج مكافحة العدوى برامج الجودة برامج التعامل الامن مع المرضى التعامل في الازمات والكوارث العديد من الدورات اللي تمت يعني في داخل هيئة الاسعاف بالتعاون مع جهات كتير قوي في مصر ده بيزود الكدرات الفنية للعاملين في هيئة الاسعاف وبتقدر من فترة لفترة بنقدر نتعامل مع كافة الاحداث اللي بنشهدها بتتعامله ازاي يا فندم مع الزحمة اللي احنا شايفينها في المرور يعني ساعات بتبقى الاسعاف يعني السرينة بتاعتها شغالة لكن غزبا عن السائق مش عارف يوصل لان الدنيا زحمة بيحصل ازاي التعامل مع الوضع ده احنا نتعامل بكزا محور المحور الاولاني ان احنا بنحرك كزا سيارة من كزا اتجاه لان احنا الاماكن المزدحمة المعروف ان هي اماكن المزدحمة بالذات اه اه اعواصم المحافظات بيقى فيه تكثيف للسيارات في الاماكن المتوقعة فيها الازدحام ده الجزء الاول فبنمتد نحرك سيارة من كذا ابتجاه ده احد المحاور المحاور التاني ان فيه ربط مباشر بيننا وبين عمليات المرور بقوله انه هو سامع البلاغات الخاصة بالاسعاف ونبلغه ان احنا عندنا حادث في مكان محدد ومحتاجين مساعدة المرور في التوجيه السيارة للمحاور الفضية او في بعض الاحوال الادارة العمل المرور بتقوم بغلق بعض المحاور عشان تفتح المجال لسيارة الاسعاف لانه تتحرك احسن من سنتين التعاون ده ما كانش موجود دلوقتي يبقى موجود وبيتحسن من فترة لفترة دايما كل فترة بقى فيه مراجعة بيننا وبين الادارة العامة للمرور لتمركزات السيارات نفسها في بعض الاماكن الساعات بتشهد كسافات مرورية عالية عشان زمن الاستجابة يبقى يتحسن فيها الدكتور محمد عناني هو رئيس غرفة عمليات اسعاف القاهرة الكبرى هيكلمنا عن الغرفة العمليات اللي احنا موجودين فيها النهاردة دلوقتي وهي الحقيقة خلية نحل يعني بيستقبلوا الاتصالات هنعرف اكتر التفاصيل من الدكتور برحب بحضرتك كده اهلا بحضرتك عايزين حقيقة تشرح لنا اللي احنا شايفينه ومشاهديننا شايفينه معينا ده حقيقة دلوقتي احنا عندنا ده غرفة عمليات القاهرة الكبرى دي غرفة القاهرة الكبرى القاهرة متقسمة عندي اربع قطاعات قطاع شمال وشرق وجنوب قطاع شمال وشرق وجنوب وغرب تمام بيجينا البلاغ جاهز من القارية الزكية عن طريق مئة تلاتة وعشرين بيجينا البلاغ على نظام الكاد حقيقة بيبتدي مسؤولي الجهاز يتعامل مع البلاغ ويفتحه ويشوف العربية فين ويشوف اقرب عربية توصل لمكان البلاغ ويبتدي يحرك العربية بحيث توصل فاسرع وقت الوريس بونستايم بتاعنا المفهود يبقى اسرع من كده بكتير الكلام ده كله بتغرح ما بين ثلاثة لاربع دقيقة من اكسيد لغاية ما عندي من مسؤولي الجهاز يبتدي يقرب يوصل اقرب عربية لمكان البلاغ في على الشاشات جي بي اس بيحدد اماكن العربية اه عندنا حقيقة جي بي اس ادي الشاشة بتاعته هي قدام مسؤولي الاجهزة بحيث يعرف العربية بنجيب العربية فين مكانها بنحدد مكانها بكود العربية بنكتبها عن جي بي اس يبتدي حديدنا مكانها فين حاليا وبتبعوا برضو عن طريق جي بي اس العربية وصلت ولا لسه فيه عرقلة في الطريق في زحمة بالتأكيد لأن نظام الجي بي اس بيوضح لنا الطرق هل الطرق مزدحمة أو قليلة الازدحام أو طريق كويس بيوضح لنا كل ده على الجي بي اس وطلق لنا نشوف العربية حتى ممكن مسؤولي الجهاز يوجد العربية يقول لها الطريق ده مقفول حيقضي الطريق التاني بحيث ان احنا نوصل العربية للمكان اللي بيقفى وقته العربيات بتاعت الاسعاف اللي موجودة بقى حضراتكم بتحركوها من هنا هي العربيات اللي احنا عارفين شكلها بساعة بنشوف في الشارع عربيات اصغر شوية شبه الملاكي شوية لكن مكتوب عليها اسعاف اه حقيقة تصود العربيات دي كانت معمولة خدمة الجماهير حضرتك يعني حركة طبيب عليها طبيب بيطلع للمبلغ في مكان ما هو موجود بطبيب دي العربيات اللي هي الزغيرة انما بقيت العربيات كلها خدمات اسعافية سواء حوادث مبلغين اصابات المنازل اه كوارس اي حاجة عندنا بان وجهنا اي عارض لكن الاي كلاس دي ممكن انها برضو اطلبها من التليفون وعايزة دكتور في البيت اه اللي كانت خدمة موجودة عنها كانت لا مابقتش موجودة حالي طيب ايه جديد اللي بتقدموا غرفة الطوارئنا والغرفة بتاعت كنترول الاسعاف الجديد حقيقي ان احنا بنحاول نخلي العربات كلها جي بي اس تمام وبنحاول ان احنا نبقى كمان يعني في الفترة المقبلة بما ننقل بس من هنا هنحاول بقى يعني ناخد احنا المكالمات احنا نتلقى احنا المكالمات ونبتدي نوزعها بحيث ان احنا نبقى قادرة شوية بالخدمات احسن من الكل تكر اللي بيبقى قاعد هناك في المطلق البلاغات اللي قاعد في الكسيد ما يبقاش عنده الخبرة الكافية ان هو عارف العنوان بالزبط فين ايه العربيات اللي ممكن يديها ايه الجهاز اللي ممكن يحول له الخدمة فكل ده وفترة المستقبلية هنطور الكلام ده كله والاحزاب بتاعتنا موجودة وبنعمل كلها اشتركوا في القناة دكتور اسامة الحسيني مدير ادارة الكوارث والازمات والطوارئ في هيئة الاسعاف المصرية هو هيكلمنا عن كيفية ادارة الازمات والطوارئ في حالات الطوارئ والازمات برحب بحضرتك معنا يا دكتور هلان وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين دكتور اسامة عايزة حضرتك تقول لي الاسعاف المصرية وخاصة ادارة الازمات والكوارث متخصصة في ايه بالزبط وعملها ايه بالزبط اختصار احنا ممكن يحصل اي حدث او حادث كبير على مستوى الجمهورية في فهية الاسعاف المصرية حاجة اسمها ادارة الطوارئ والازمات المركزية ودي اهم جزء فيها غرفة الطوارئ المركزية بيتم الابلاغ فور توجيه السيارات للغرفة دي بناء عن نوع الحدث بيبتدي السادة المسؤولين بتوع الاجهزة او المشرفين اللي موجودين على سياسة الابلاغ سياسة الابلاغ اللي هي بتبتدي من اول مدير ادارة الطوارئ والازمات لغاية رئيس الهيئة بيبتدي بعد كده تحديد الاولويات وعدد السيارات اللي بتدخل الحدث لو محتاج دعم من محافظات اخرى هو بيدعمه من محافظات اخرى بيبتدي التنصيق مع المستشفيات ومع الجهات الامنية المعنية ده بكل اختصار سريعا ايه اللي بيتم جوه ادارة الازمات والطوارئ داخل هيئة الاسعاف المصري دكتور احنا وقفين وورانا دلوقتي عربيات التدخل السريع فعايزة حضرتك تقولي العربية دي عبارة عن ايه بزر دي سيارات الامتشار السريع دي بيبقى موجود منها في كل محافظة من محافظات الجمهورية واحدة دي بتبقى خاصة بالسيدة الدكتور مدير هيئة الاسعاف في المحافظة وبالنسبة لهيئة الاسعاف المصرية هنا في المنطقة المركزية عندنا منها باقي حوالي 15 سيارة دي بتختص بان ممكن يبقى الطبيب بيمر او بيعمل زي مسح للمنطقة فبيتفاجئ ان فيه اي نوع من انواع الاحداث انفجار حريق تصادم السيارة دي جواها كل الامكانيات اللي جوا السيارة الكبيرة ما عادة نقل المصاب يعني هيئة غير مؤهلة انها تنقل المصاب علشان كده اللي بيسوق العربية دي بيبقى في الاساس مسعف يعني دي من السيارات القليلة اللي بيبقى السواق مسعف في نفس الوقت فيها كل الامكانيات اللي ممكن يتعامل بيها مع اي مصاب او حالة مرضية على الارض بيبتدي بعد كده فيها جهاز دي سلك انه هو بيتواصل مع غرفة عمليات الاسعاف الخاصة بالمحافظة دي ويبتدي يديله البلاغ كاملا انا عندي واحد اتنين تلاتة شفت كذا في المنطقة الفلانية برجاء ارسال دعم سيارة اتنين عشرة تواصل لي مثلا مع ادارة العامة للمرور انه هو يفتح للطريق تواصل مع النجدة انه هو يبعث لي دعم من النجدة يعني نقدر نقول عيادة متنقلة وفيها طبيب علشان كده السواق اللي بيركابها بيبقى في الاصل مسعف علشان يساعد الطبيب لو لا قدر الله في حاجة موعيد العمل الخاصة بالادارة اللي حضرتك رئيسها يعني الاسعاف قريدي شغالة طوارق على طول لكن اكيد الادارة هنا لها موعيد مختلف ادارة الطوارق والازمات في الاسعافة المصرية 24 ساعة سبعتين مستعدين لكل المناسبات وكل المواقف وكل الاحداث اللي قد تحدث في اي يوم في ايام السنة ان شاء الله معينا دلوقتي الاستاذ تامر السيد هو مصعف والاستاذ محمود هو سائق عربية الاسعافة هنتكلم عن كل واحد ودوره وكل واحد والمهام المختص بيها اسناء الطوارق تامر الاول عايزة اعرف يعني الدورات اللي حصلت عليها عشان تبقى مؤهل لانك تبقى مصعف في عربية الاسعافة اوكي انا اخدنا اول دورة سي بي ار دي خاصة بالحالات الحالة الرست ان احنا نشتغل معها ازاي واخدنا في حاجة اسمه التصنيف في كل انواعه الترياج واخدنا يعني هي دورات كتيرة جدا بس انت خارج ايه اساسا انا خارج معت فن صحي تخصص طوارق طبية هاي محمود دور السائق في عربية الاسعاف ان هو بس يسوق ويعرف يوصل للمكان فاقرب وقته اصرع وقته ولا ليه دور تاني في مساعدة المساعدة لا واحنا احنا احنا احضاك السوائن واخدين دورة اسعاف زينا زي المسعف بالزبط وبنساعد المسعف في كل الحوادث والحالات الحالية قولي بتعرف ازاي توصل في اوقات الزروة للمكان اللي انت مفروض توصل والله بنشغل السرينة ونحاول يعني مع الجمهور في جمهور بيت بيجاوب معانا وفي يعني بنعاني بصراحة في الزحمة كتير كده بيبقى في تواصل ما بينكم وما بين المرور في الكوارس في الكوارس الكبيرة بيوسعوا لكم الطرق بيسهلوا ووصلكوا للمكان في الكوارس يعني مبقوا متواجدين بين الغرفة المتابعة بتتواصل معاهم ويفضلنا الطريق بس يعني نادر جدا تامر قولي يعني ايه الحالات الصعبة اللي بتواجهك اكتر يعني الحالات الصعبة اكتر حالات الحوادث دي اكتر اللي محتاجة لنحنا نوصل بمنطقة السرعة دي حاجة والحاجة التانية ما بننزل كمان فيه ناس يعني تبقى كتير فقال بالحالة السابقة بدونش فرصة نحنا ممكن نتعامل مع المصابين فبعد الاحيان مجرد ما بنوصل بنلاقي الحالات اصلا ممكن تكون في العربية يعني والله لو ما بناخد بهم مجرد ما بنوصل وفيه ناس بتبقى متفاهمة بكده بتدينا دورنا يعني وإحنا بنشتغل مع مع البيشنت يعني الارض وبنشتغل معه بنعمله في رستعيد وبعد كده بنقله في العربية ومن ثاني نتوجه لقرب مستشفى بسرعة يعني الناس بتبقى في بعض الحالات زي ما انت بتقول متعاونة وفيه بعض الناس الطريق بيبقى زحمة بتلومكوا مثلاك وجيتوا متأخرين فيه بيحصل طبعا فيه بيحصل وإحنا طبعا ما بنحاولش بالذات نحتك بيهم إحنا بنقوم بدورنا مجرد ما بنوصل بنقدر أعيدنا أكتر حاجة على عدد المصابين وبنختر الغرفة بكده أو ما بنوصل بنبلغ عدد المصابين قد إيه عشان لو احتاجنا تعزيز أو احتاجنا عربيات تانية يجلنا برضو عشان المصابين بأسرع وقت يعني انتو مش بتقدروا تنقلوا في العربية غير مريض واحد؟ العربية فيه لو فيه مريض لو مصاب ممكن مصاب تاني بس يكون حالته مستقرة شوية يعني ما يكونش فيه فراكشة زي ما نسأل ما يكونش فيه كسور ما يكونش فيه حاجة يعني أكون شاكك إن فيها مشكلة يعني حاجات بسيط حاجات بسيطة ممكن أنقل المصاب تاني لو على الأعداد كتيرة أما هو المفروض لو هو مصاب وحد حالته خطيرة ده أكتر مصاب اللي بيت نيل هو أولى بالنقل طيب الاستعدادات في الأوقات العادية طبعا أنتو طورق وشغالين 24 ساعة حسب الشفتات لكن فيه بعض الأوقات وليكن مثلا الأعياد وبيبقى فيه زحام بيبقى فيه مشاكل بيبقى استعدادكو عمل إزاي في الوقت ده؟ إحنا وردي جاهزين بمعنى صح مجرد ما بيجينا البلاغ بنتحرك بمنتهى الصرعة أي أن كان إذا كان بقى يعيد أو مش يعيد إحنا وردي بالمجرد ما بنقول بيبقى يتحرك موسيقى خلصت حلقتنا اللي من خلالها اتعرفنا على الخدمات اللي بتقوم بيها هيئة الإسعاف المصرية اتكلمنا مع المسعفين والمتخصصين كمان عرفنا إنهم جاهزين 24 ساعة على مدار الإسبوع لخدمة المواطنين في كل المحافظات هم ليهم طلب واحد بس إن المواطن المصري يكون على قدر كبير من الوعي اللي مساعدتهم في تقديم الخدمة على أكمل وجه علشان كل يوم في حياتنا يكون يوم جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة